امن البحر الاحمر واهمية الحفاظ عليه اولوية عربية لكبح جماح التهديدات المختلفة خروقات الحوثي تتضاعف وتهدر كل فرص السلام الممكنة وتكشف التماهي الاممي مع الميليشيا تحذيرات من ظهور جوب اشبه بالمجاعة في ظل استمرار الحرب التي اشعلتها الميليشيا الحوثي الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة الصرعاء اهلا بكم الى النشرة الاخبارية من قناة اليمن اليوم البحر الاحمر اولوية عربية في الحماية من مخاطر القرصنة والكوارث البيئية هذا ما اكدته رقاءات مجلس القيادة الرئاسي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار التعاون المشترك بين دول البحر الاحمر بعد توقيع ميثاق حماية واقامة تدريبات بحرية مختلطة قبل تساحل البحر الاحمر يواجه الممر المائي للسراتيجي المتمثل بالبحر الاحمر تهديدات متكررة ابرزها تنامي تركيز ايران عبر الحوثيين لاقلاق هذا الممر المائي الذي دخل بفعل الحرب ملعب السياسة وتحول الى ورقة ضغط للمناورة باهداف مشبوهة وتنفيذ السياسات وهو الامر الذي دفع بالدول المطلة على البحر الاحمر للتصديق على ميثاق انشاء مجلس الدول العربية الافريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن كما شهد البحر الاحمر في مايو الماضي انطلاق تدريبات مختلطة تسمى الموجة الحمر قبلة سواحل البحر الاحمر السعودية في جدة وشاركت السعودية والاردن ومصر والسودان وجبوتي واليمن وكذا مراقبون من الصومال هدفت التدريبات الى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن لتوحيد العمليات البحرية وتبادل الخبرات القتالية وزيادة الجاهزية القتالية بهدف تحقيق الامن البحري وحرية الملاحة في البحر الاحمر بعد تنامي تهديدات الحوثيين عبر ايران تطرقنا للمحاطر المحرقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الانشطة العدائية المدرومة من ايران وعيضا عبر البحر الاحمر وغد اقبال المندر إضافة إلى ما يمكن أن يمثله إنهيار ناقل صافر من كالثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر تأكيد يمني بأن سلامة البحر الأحمر مسؤولية عربية مشتركة تم التأكيد عليها في زيارة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليم إلى جمهورية مصر العربية ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد من جانبه تضافر الجهود لحماية البحر الأحمر تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشارك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومديق باب المندب والخديق العربي وارتبط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وفي إطال الاهتمام العربي المشترك بأمن وسلامة البحر الأحمر المملكة العربية السعودية تبرعت للأمم المتحدة بمبلغ عجرة ملايين دولار لإنقاذ السفينة العائمة الصافر والتي تنمى خطرها يوما بعد آخر في ظل استغلال من الحوثيين للكارثة البيئية في سياق التكسب السياسي وصل وفد أممي إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وقالت مصادر محلية إن ديغو زوريلا نائب منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن برفقة رؤساء المنظمات الإنسانية والدولية وصل إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في اللقاء استعرضت السلطة المحلية والمكاتب التنبيدية طبيعة الأوضاع وأشكال المعاناة الإنسانية وحرمان المحافظة من أبسط الاحتياجات الإنسانية والخدمية نتيجة استمرار الحرب والحصار هذه الزيارة أنا باعتقادي إلى أنها ستمثل انطلاقة جديدة بعمل تدخلات المنظمات في تعز وأيضا إلى الاستجابة للحاقة الإنسانية للمحافظة نحن أكدنا على أهمية الاستجابة لحاقة أبناء تعز كلهم لا يوجد قبول بأي معالقات جزئية تستقيب لبعض أبناء تعز وترك البعض الآخر ينبغي أن تكون المعالقة شاملة وأن تشمل كل المحافظة بكل أبنائها تحدثنا عن موضوع التقييمات ورحبنا أيضا بالتحسن أو وعادة النظر في التقييم الأمني لمحافظة تعز من قبل الأمم المتحدة والذي ساعد وسيساعد في عودة المكاتب إلى داخل المحافظة طبعا استعرضنا مع السيد المحافظ كافة الاحتياجات الانسانية في محافظة تعز ذكر المحافظ أن مدينة تعز بحاجة لمزيد من بدل القهود وطبعا كأمومنتحدة سنبدل مزيد من القهود وفق المكانيات والموارد المتاحة لدينا لدعم وطغطية هذه الاحتياجات الانسانية At the same time the solution for Yemen is not humanitarian assistance The solution is an end to the war So that all the citizens of Yemen can start reaping the benefits of living in peace There is already some benefits that have accrued to the truce But these benefits are not yet felt in ties And I'm acutely aware of this Of course, the end of the war is the solution for Yemen It's the solution for human rights The Yemen is the solution for peace It's the solution for all the citizens of Yemen It's the solution for peace The war is now in Yemen But unfortunately, some of the war are not the solution for peace And it's the solution and the solution for that Thank you very much for coming out of the war And it's the solution for peace تطورات الأوضاع في اليمن في ظل تمديد الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أذرل لشهرين إضافيين تستمر حتى أغسطس رغم تعثر بنودها المتعلقة بفك الحصار عن تعز ويتوقع أن يناقش الأعضاء تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية ومدى التزام الأطراف بالهدنة الإنسانية ومنتصف الأسبوع الماضي أعلن المبعوث الأممي اختتام الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي الحكومة والحوثيين وقال إنه قدم اقتراحا معدلا إلى الوفدين لإعادة فتح الطرق تدريجيا بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين لذلك أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على مارب رغم الهدنة الأممية وأفاد مراسلنا أن مدينة مارب تعرضت مسائل لقصف بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تزامنا مع استمرار التحشيد العسكري إلى الجبهات الجنوبية والغربية للمحافرة بلغت خروقات الميليشيا الحوثية في جبهات الساحل الغربي ستة وثلاثين خرقا أسبرت عن إصابة أحد أفراد القوات المشتركة وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت اثنين وعشرين خرقا جديدا لميليشيا الحوثي في محور حيث جنوب الحديدة شملت تحركات وإطلاق نار بأسلحة متنوعة بينها سلاح مدفعية صوب مواقع عسكرية في خطوط التماس وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد أربعة عشر خرقا جديدا منها ثمانية خروقات في قطع الكدحة وستة غرب مقبنة مستخدمة مختلفة أنواع الأسلحة الرشاشة والمعدلات والطيران المسير لاستطاعي تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها مهدرة كل فرص السلام في ظل استياء مراقبين من تماهي الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مع الميليشيا الذي أحال الهدنة إلى مكاسب حوثية بحته المبعوث الأممي لم يقنع الحوثيين برفع الحصار عن تعز تصريح جاء على لسان رئيس مجلس القيادة خلال كلمة ألقاها أمام الجامعة العربية ووجد هذا تصريح من يؤيده جملة وتفصيلة من خلال التماهي الأممي مع الحوثيين ليس منذ تسلم هانس جروندبرغ مهامه بل من خلال أداء أسلافه السابقين جريفث وولد الشيخ وبن عمر المبعوث الأممي الذي طار إلى صنعى منتصف الأسبوع الماضي لإقناع الحوثيين بمقتراحه المنقح لفكي طرق في تعز تدريجيا بينها خطر رئيسي لم يفلح في مهمته كعادته في حين شكل ضغطا كبيرا على الحكومة التي أبدت مرونة وتعاطت بإيجابية مع أي إجراء من شأنه تخفيف معاناة المدنيين إنسانيا كالسماح بدخول سفن الوقود إلى الحديدة وكذا تسجير رحلات جوية من مطار صرعاء إلى عمان والقاهرة ولتذكير فإن هانس جرونبرغ قد شكل ضغطا على الحكومة للقبول بالسفر من مطار صرعاء بجوازات صادرة عن سلطة ميليشيا الحوثيل انقلابية حتى وصل به الأمر إلى التعهد بأن ذلك لا يمثل أي سابقة رسمية وأنه لي يغير من الموقف القانوني للحكومة كما مارست ضغوط ذاتها من أجل تدفق سفن الوقود إلى الحديدة دون أن يكمل مهمته في جعل الحوثيين يسخرون عائدات تلك السفن لسداد مرتبات الموظفين على أقل تقدير في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية مراقبون يؤكدون أن مبعوثي الأمم المتحدة حتى وإن أظهروا قفهم إلى صف الحكومة الشرعية المعترب بها دوليا فإن أدوارهم تصب في مصلحة تكريس السلطة الميليشيا وتأمين موارد اقتصادية تستفيد منها في إطالة أمد الحرب كما حدث في اتفاق سويد الذي تم توقيعه خلال فترة المبعوث الأممي السابق مارتين جريفث حيث مكن الحوثيين من السيطرة على مدينة وموانئ الحديدة وجعلهم يتنفسون من تلك الرئاة في الحصول على العائدات وتسخيرها في المجهود الحربي وتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية من حزب الله اللبناني كما جاء على لسان أحد قيادات الحزب الإرهابي وها هو هانس جروندبرغ يقوم بالمهمة ذاتها مانحا الحوثيين مكاسب سياسية واقتصادية من خلال الهدنة دون الضغط عليهم في المقابل للكف عن خروقاتهم التي جاوزت الستة آلاف خرق في مختلف خطوط التماس أو فك الطرقات والمعابر في تعز وبقية المحافظات الأخرى كأبسط المطالب الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين وتيسير حريات الحركة والتنقل للأفراد والسلع كما جاء في مضمون الهدنة التي يؤمن مبعوث الأمم المتحدة ببعضها وبما يؤمن مصالح الحوثيين ويكفرون بما دون ذلك في البيضاء اعتدت ميليشيا الحوثي صباح الاثنين على العشرات من نزلاء السجن المركزي بمديرية ردع إثر احتجاجات نفذها السجناء مطالبين برحيل مدير السجن عبد الكريم المطري وأكدت مصادر أمنية اقتحام الميليشيا عن أبرا وساحة السجن والاعتداء بالهراوات على السجناء بعد احتجاجاتهم وقعة العديدة من الإصابات في صفوفهم واتهم السجناء ومدير السجن بارتكاب الانتهاكات بحق السجناء والزج بهم في زنازين انفرادية بشكل تعسفي ومنع ادخال الأكل والشرب والدواء عنهم وفي الحديدة اشهد المحافظة الدكتور الحسن طاهر بجهود المركز التنفيذي بالتعامل مع الألغام وحملات التوعية التي استهدفت المناطق والقرى في مديريتي حيس والخوخة جنوب المحافظة جاء ذلك خلال اختتام حملات التوعية من خطر الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا الحوثية بمدينة حيس ووجه المحافظ بتوفير الدعم للمركز لتكتيف جهوده نظرا لما تعانيه المنطقة من كثرة الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية حذر الهلال الأحمر الدولي من عودة المجاعة للظهور من جديد في بعض المناطق اليمنية بسبب الحرب القائمة في البلاد التي فاقمت مأساة اليمنيين ووضعهم المعيشية القاتم تتفاقم المأساة في اليمن وتتسع رقعة المجاعة في البلاد وباتت تهدد حياة الملايين ليدق الصريب الأحمر الدولي ناقوس خضر من جديد في ثلاث محافظات تصيدر عليها ميليشيا الحوثي وصفت معيشتها بظروف شبيهة بالمجاعة عادت للظهور للمرة الأولى منذ عامين خمسون ألف شخص في محافظات عمران وحجة والجوف يعيشون في ظروف معيشية غاية في التعقيد ثلث العائلات لديها فجوات في واجباتها الغذائية فالمستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائية لم تشهده اليمن من قبل وتسبب في معاناة شديدة لملايين المواضنين وعلى الرغم من الحديث المتواصل عن المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة إلا أن هناك أكثر من 16 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي ووفق ما أورده تقرير حديث للجنة الدولية للصريب الأحمر فإن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في البلاد لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم حيث يحتاج مليون ومائتي ألف امرأة حامل أو مرضع ومليونين وثلاثمائة ألف طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد والسنادا إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن أكثر من 17 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحية في حين أن شبكة المياه الحالية تصل إلى أقل من 30% من سكان البلاد فقط ويضطر الملايين بمن فيهم النساء والأطفال إلى المشي لأميال لجلب المياه حيث تسبب نقصها في تفشي الأمراض الصحية بما في ذلك الكوليراء والإسهال المائي الحاد مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل احتدام حرب الشوارع والدفاع الروسية تؤكد تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية بأي حق كالحوتي يقصد علينا هنا لما نازلنا ونحن نازحين بأي حق هذا ولا بحق الإنسانية نحن نجينا لأمم المتحدة نجينا على هذا الدمار والخراب الآن أصبحنا بلا مأوى بلن نروح الحواة لم يخلوحنا ننام ولا نستقر في بيتنا فأي ذنب يقتلوا هالأطفال والنساء وهم في بيتهم آمنين يا أصحاب المصيرة الشيطانية أطقوا الله في الناس أدت الاشتباكات القبلية على مدى الأسبوع الماضي في إقليم دارفور السوداني إلى مقتل نحو مئة شخص بحسب ما أكدته اليوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأحد الشيوخ القبائل وهذه الاشتباكات هي أحدث تصاعد للعنف القبلي في تلك المنطقة المضطربة وقال توبي هاروورد منسق مفوضية شؤون اللاجئين إن القتال نتج عن نزاع على الأرض بين قبائل عربية وأفريقية في بلدة كلابس غرب دارفور وأن الميليشيا المحلية هاجمت بعد ذلك عدة قرى في المنطقة ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان قد وجه الأحد بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور ومحاربة الانفلاتات الأمنية والعمل على تعزيز ودعم المصالحة وفي العراق وأمام مشهد نيابي غير مألوف تمر العملية السياسية بمنعطف حاد وخطير عقب تقديم عدد كبير من نواب التحالف الثلاثي استقالتهم مؤخرا استقالة جماعية لثلاثة وسبعين نائبا من الكتلة الصدرية عقب إعاز من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي كشف ببيان بأن العملية السياسية أصيبت من سداد لا مخرج منه ليربك الأمر بدوره الحكومة برمتها ويدخل البلاد في متاهة لا تحمد عقبها بصراحة الموقف السائد الآن في المشهد السياسي ومشهد محقد وانسداد سياسي حنيق وإضافة إلى أنه استقالت نواب الكتلة الصدرية بقرار من السيد مقتدى الصدر أعتقد زاد العمل تحقيداً وتأزيم هذا الاستمرار بهذه الانسداد وبهذا التأزيم سيكون مضرة على الشعب العراقي ولا نجد حلاً في حال صار كل الطرق الكتلة السياسية تزمدها برأيها بدون أن نجد حلول دستورية وقانونية ووطنية والخروج من الفضاء المحاصصاتي والحزبي إلى الفضاء الوطني الذي يكون هو المحيار الأساسي في الخروج من هذا الانسداد السياسي المخاوف من تعطل مجلس النواب فالندهى قانونيون بيّنوا بأن استقالة هذا العدد لا تعني التعطيل فوفقاً لقانون الانتخابات فإن مرشح أعلى الأصوات من الخسرين بنفس دائرة الانتخاب للنائب المستقيل هو من سيشغل المقعد تلقائياً قانونياً يمضي البرلمان في عمله لا علاقة في مجلس في التيار الصدري لأن الأعضاء سيستبدلون في أقرب جلسة تتم مخاطبة المقوضية بأسماء الفائزين بأعلى الأصوات في أعلى الخاسرين في المراكز الانتخابية أو الدوائر الانتخابية لا يحتاج إلى مصادقة المحكمة الانتخابية لأن المحكمة الانتخابية صادقة مسبقاً على القوائم الخاسرين والفائزين وبالتالي بانتظار إجابة المفوضية بأسماء الأعلى الخاسرين في الدوائر الانتخابية قد يكون أعلى الخاسرين أيضاً هو متابع للتيار الصدري وهنا يجب أن يقدم استقالته أيضاً أو اعتذاره إلى المفوضية ومن ثم يلجأ إلى الخاسر اللي بعده ويرى مراقبونه أن أحد الخيارات للخروج من حالة الفوضى هو حل البرلمان إما بطلب من رئيس الحكومة وبموافقة رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أغضاء مجلس النواب وبتصويت الأغلبية وفق الدستور وبحسب تسريبات فإن المشهد الأمني من الممكن أن يتعقد بعد تعقد المشهد السياسي إثر تهديدات بتظاهرات أمام بوابات المنطقة الخضراء والبرلماني للمطالبة بحلهم قبل أنصار التيار الصدري من بغداد شام منعيم اليمن اليوم في تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت رئاسة الأكان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سفر دوناتسك المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها وأفاد الجيش الأوكراني أن العدو شن بدعم مدفعي هجوما على سفر دوناتسك حقق نجاحا جزئيا وأكد أن المعارك متواصلة وأكد سيرغي غايدي حاكم لوغانسك الأوكراني خروج القوات الأوكرانية من وسط المدينة التي تشكل المركز الإداري للجزء من المنطقة التابع لسيطرة كيف في السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كيف بقصف صاروخي بمنطقة دوناتسك وقال المتحدث باسمه الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف أن الطيران استهدف موقع قيادة للجيش الأوكراني ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بالقرب من دوناتسك بالإضافة إلى 63 نقطة تتركز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية وأسفرت الضربات الجوية عن مقتل أكثر من 120 عنصرا من القوميين المتطرفين ودبابتين وسبع قطع مدفعية ميدانية في غضون ذلك تبدأ المنفوضية الأوروبية اليوم الاثنين مناقشة مسألة منح أوكرانيا وكذا مولدوفا وجورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تخصص المناقشات للمسائل العامة وسيتعين على المنفوضية الأوروبية الجمعة القادمة اتخاذ قرار بشأن رأيها في مسألة منح وضع مرشح لهذه الدول وإعداد توصية بهذا الخصوص ويتخذ قرار منح أو رفض وضع المرشح من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو مع مراعاة توصيات المفوضية ويتعين على الدول الثلاثة الحصول على وضع المرشح لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد لذلك أظهر تقرير لمعهد السوكولم الدولي لبحوث السلام سيبري نشر الاثنين أن عبد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد خمسة وثلاثين عاما من التراجع وسطا تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا وكانت لدى القوى النووية التسع بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا اثنى عشر ألفا وسبعمائة وخمس رؤوس حربية نووية في أوائل ألفين واثنين وعشرين أي ثلاثمائة وخمسة وسبعون رأسا على الأقل مما كانت عليه أوائل ألفين واثنين وعشرين أو ألفين وواحد وعشرين وفق تقديرات معهد سيبري وقد انخفض العدد من أكثر من سبعين ألفا عام ألف وتسعمائة وستة وتمانين بخفض الولايات المتحدة وروسيا ترسنتهما الهائلتين التي تراكمتا خلال الحرب الباردة وفي النشرة أيضا الحرب الإيرانية على اليمن بالمخدرات تواجهها الحملات الأمية المكثفة في المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تزال محافظة المهرة متميزة باستقرارها المعيشي وموطن الأمن والأمان والطمأنينة إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ انتشار آفة المخدرات ظاهرة خبيثة ومدمرة بشتى أنواعها ومنها مادة الشبو التي تعد الأشد خطرا وفتكا بحياة وصحة المتعاطي وباتت الأكثر انتشارا من بين كل أنواع المخدرات التي تتسرب إلى البلاد في زمن الحرب حالة أمنية المستقرة يعيشها المواطنون في محافظة المهرة المدينة التي سميت بمدينة الأمن والسلام وصف أهلها بأصحاب القلوب البيضاء وذلك لنقاء قلوبهم وبسطة حياتهم مما جعل المحافظة الملاذ الأنسبة والمكان الأفضل للاستقرار المعيشي لكل أبناء اليمن فعيدا عن ويلات الحرب وجحيم ميليشي الحوثي نحن في محافظة المهرة بالنسبة للأمن في هذه المحافظة هو الأمن في كل المحافظات الجمهورية هو طعيف جدا معروف بالواضح يعني ولكن نحن عندنا في محافظة المهرة نحمد الله ونشكره بتكاتف سلطة المحلية في المحافظة بقاعدة المحافظة محمد علي ياسر ومدير الأمن ومدير البحث الجناعي وكافة الجهزة الأمنية العسكرية وغيرها في هذه المحافظة قاموا بدور كبير جدا خاصة خلال الفترة الأخيرة هذه في مكافحة المخدرات وتعرضوا لكثير من الحوادث وتم القبض على مجموعة من هذه الآفة الخبيثة التي انتشرت في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات اليمنية يعد تحقيق الأمن والأمان هدفا من الأهداف التي تسعى لها السلطات والأفراد في محافظة المهرة التي كانت ولا تزال متميزة باستقرارها المعيشي وموطن الأمن والأمان والطمأنينة إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت المحافظة انتشار وآثة المخدرات كظاهرة خبيثة ومدمرة بشتى أنواعها ومنها مادة الشبو التي تعد لشد خطرا وفتكا بحياة وصحة المتعاطي وبتت الأكثر انتشارا من بين كل أنواع المخدرات التي تتسرب إلى البلاد في زمن الحرب الحمد لله محافظة المهرة الوضع الأمني بشكل عام ممتاز جدا ولدينا كثير من من خارج المحافظة يأتون إلينا كون إنها محافظة آمنة ومستغرة ونقول إن إيران تستهدف اليمن من ناحية تنشر إلينا مخدرات ترسل إلينا مخدرات وهذا يضر مجتمع اليمني ويضر مجتمع المهري بشكل خاص أبرز أنواع المخدرات تنتشر هي نوع من أنواع المخدرات وهو الشبو هذه المادة أثرت في الشباب وأدمنوا عليها وانحرفوا وارتقبوا عدة جرائم من خلال التعاطي هذه المادة من جرائم قتل وجرائم السرقات المخدرات بأنواعها هدم وفتك بصحة الفرد والمجتمع وهي آفة تهدد وتدمر الشعوب وتحديدا فئة الشباب والمراهقين الذين هم هدف عصابات ترويج المخدرات إن مشكلة المخدرات بأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية باتت قاية في التعقيد ومن الضروري أن تتوحد وتتشابك الجهود الأمنية والإعلامية والثقافية والتربوية لتعزيز دور الوعي المجتمعي بأخطار هذه الظاهرة وأثرها التدميري على الفرد والمجتمعي والدولة ككل حمز العواضي لقناة اليمن اليوم محافظة المهرة الحرب الحوثية دمرت حاضرة ومستقبل الأجيال بانتهاكات الميليشيا الحوثية بحق الطفولة في اليمن التي حولت حياة الأطفال إلى بؤس ومعاناة وأفرزت الآلاف من الأطفال بين جرحى ومبتوري الأطراف فضلا عن الملايين الذين يعانون أوضاعا صحية وتعليمية صعبة منذ سبعة أعوام والحرب تنهش في البلاد دمرت حاضرة ومستقبل الأجيال آلاف الأطفال دفعوا ثمن حرب لا يعلمون دوافعها فخلفت الآلاف منهم جرحى ومبتوري الأطراف بسبب انتهاكات جماعة الحوثي بحق الطفولة في اليمن الطفل رامي يدخل عامه الخامس مع جرحه الذي رافقه في بواكير فجره الأول حينما ترصد له قناص حوثي وأفقده يده اليمنى وهو في الثانية من عمره يروي لنا والده معاناة طفله الذي سلبت الحرب حلمه باكرا واكتملت مأساته بالإهمال قبل ثلاث سنوات احنا مروحين في نهم مروحين البيت حقنا يعني من الفرضة معاخط مكشوف العدو وأصيب العصر بسبب اطلاق النار كالناس حوثي وبعدها سعفناه للمستشفاء فعنا لكس قسنا يده واتشاله وطلعنا على البلاد والآن نحن نزحنا من الفرضة منهم الأمار ونزلنا لهانا ونحتاج قس يده قس العظم لأنه بدأ زاد العظم ويحتاج إلى عملية جيل شاخ في ربيعه الأول بسبب مالات الحرب الحوثية التي تحصد أغصان الطفولة في اليمن باستمرار فترصدت للطفولة آلات القنص والعبوات الناسفة والألغام وعملت إلى تفخيخ عقول الأطفال بأفكارها الطائفية والعنصرية وزجت بهم إلى جبهات القتال ومن نجا شغرد من منزله وحرم من التعليم والصحة والعيش في بيئة آمنة عشرات الآلاف من الأطفال أصبحوا عرضة للمجاعة بسبب فقدان العائل والتشرد والنزوح المتكرر من مكان إلى مكان أيضا بسبب الاستهدافات المتكررة للأحياء السكنية التي أفقدت الأطفال عائلهم سواء الأم أو الأب فأصبحوا عرضة للجوم وعرضة للعمالة عشرات الآلاف من الأطفال قتلوا منذ بداية الحرب في اليمن وفقا لتقرير اليونسيف للعام 2021 وإحدى عشر مليون طفل يعانون من سوء تغذية وبحاجة إلى مساعدات عاجلة وقالت اليونسيف إن مليون وسبعمائة ألف طفل شردتهم الحرب وباتوا في العراء وثمانية ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية عاجلة أرقام تتحدث عن واقع الطفولة المأساوي في اليمن في زمن الميليشيات الحوثية حل جماعة الحوثية جعلت الأطفال هدفاً أساسياً ومباشر للحرب قصفتهم من المكذوفات الصاروخية في مخيمات النزوح في المدن في القرى الأهلة في السكان زرعت الألقام أو زرعت الموت لهم في جوف الحياة وبالتالي أصبحت أطرافهم مبتورة أصبح مستقبلهم مشلول ومبتور كانت وما زالت شريحة الأطفال والشباب هي التي يعول عليها في بناء مستقبل بعيداً عن الجروح ومآسي الماضي والأفكار العنصرية إلا أن جماعة الحوثي أحدثت ندوباً وجراحاً في نفوس الأطفال والطفولة في اليمن ربما تكون أشد من أن تتعافى باكراً مع مرور الأيام والسنين لقناة اليمن اليوم واد المجيدي محافظة مأرب في شبوى وضع المحافظ عوض بن الوزير ومعه المدير التنفيذي لشركة الغاز محسن بن مهيط حجر الأساس لمشروع المحطة المركزية للغاز المنزلي بمدينة عتق على مساحة تقدر بواحد وثلاثين ألفاً وأربعمائة وستين متراً مربعاً تم وضع حجر أساس للغاز المنزلي محافظة شبوى بشراف مدير المؤسسة المهندس محسن مهيط والأخ النائب مهندس ناصر المقرحي وإن شاء الله أنها بادرة خير وتكون هذا المشروع بادرة خير كذلك على محافظة شبوى ومن محافظة شبوى الذي يعانوا الكثير من هذه المادة التي تنتقص أحياناً للظروف ما الذي يتعرض لها بعض الأحيان الظروف الاقتصادية في ظروف الأمنية فإن شاء الله في هذا اليوم نبارك أنها بداية خير وعهد يدي للتنمية والبناء إن شاء الله يوم تاريخي في تاريخ الشركة اليمنية الغاز بأننا نقوم بضع حجر أساس للإفرع للشركة اليمنية في محافظة شبوى نبارك للأخوة بناء شبوى لأخ المحافظ والكافة بناء شبوى هذا اليوم وهذا الحجر الأساس وإن شاء الله يتم الإنجاز خلال العام هذا بإذن الله وفي الملف الاقتصادية البنك المركزي في عدن ينفي صحة المعلومات التي تتحدث عن نوايا لنقله إلى صرعا تحت أي ضرك أو أي مبرر أسعار القمح ترتفع بشكل مفاجئ في عدن في مؤشر على أزمة غذائية قادمة وسط صمت مريب للجهات الرقابية نفى البنك المركزي اليمني صحة المعلومات التي تتحدث تصريحا أو تلميحا عن أي نوايا لنقل مقر البنك الموقع من عدن إلى صنعه تحت أي ظروف أو مبرر وفي بيان صادر عنه عبر البنك المركزي في عدن عن استغرابه من الحملات والبيانات الصادرة عن بعض الكيانات المشاركة في السلطة تتهم قيادات البنك وبعض مسؤوليه تلميحا وتصريحا بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعه كما عبر البنك عن أسفه لما أسماه بحملات الزيف والتحريض غير الحصيف ويعادت ترويج ما تداولته بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة وحمل البنك تلك الجهات مسؤوليات تعرض مسؤوليه ومن تسبيل أي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسؤول ارتفعت أسعار القمح بشكل مفاجأة في عدن في مؤشرات أزمة قذائية قادمة وسط صمت مريب للجهات الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة وأكدت مصادر محلية أن سعر دقيق القمح ارتفع إلى 45 ألف ريال بالزيادة 5000 ريال عن اليومين الماضيين بالتزامن مع انكماش حجم قرص الخبز والروتين الذي حدد أسعاره مالكوة المخابز والأفرام ب75 ريال المصادر أكدت أن عدم تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصناعة ومكاتبها في عدن وبقية المحافظات المحررة يقف ورازيادة الأسعار وجشع التجار وتحكمهم بأسعار السلع ومع أن العملة الوطنية شهدت تعافيا بنسبة يقارب 35% بعد أن قفز سعر شراء الدولار الأمريكي الواحد أواخر عام 2021 إلى 1700 ريال إلا أن سعار معظم المواد الغذائية حاليا تفوق ما كانت قد سجلته في ذلك الحين سجل الريال اليمني في تداولات السوق المصرفية بعد انهيارا ملحوظا أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1106 ريال للشراء و1110 ريال للبيع بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 190 ريالا للشراء و294 للبيع وشهد الريال اليمني في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية بينما عود اليوم الانهيار مجددا دون وضع أي حلول عاجلة لوقف هذا الانهيار المخيف أعلنت الحكومة اليمنية عن توجه جاد لرفع مستوى الانتاج في القطاع السمكي ورفع نسبة التصدير ضمن جهودها لاستنهاض القدرات والإمكانيات الذاتية لرفع مستوى الأمن الغذائي وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بقيادات وزارة الزراعة والريوة الثروة السمكية في عدن على أهمية الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديات عليها مشيرا إلى قرارات اتخذتها الحكومة لدعم القطاعين الزراعي والسمكي بينها ترميم السدود وتشجيع السينا في الزراعة حققت روسيا خلال أيام المائة الأولى من الحرب عائدات قدرها 93 مليار يورو لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث المستقل وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذه مقرا في فلندا في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات الطاقة من روسيا في تونس حصل الباحث عبدالله محمد شاري على درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة عن أطروحته الموسومة باستخدامات الشباب الجامعي لشبكات التواصل الاجتماعي وأثره في تشكيل اتجاهاتهم نحو الأزمة اليمنية وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة والمنهج العلمي المتبع فيها وأوسط بقبولها ومنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير مشرف جدا وهي أعلى درجة في الجامعات التونسية في الاختام تذكرون بأبرز العناوين أمن البحر الأحمر وأهمية الحفاظ عليه أولوية عربية لكبح جماح التهديدات المختلفة خروقات الحوثية تتضاعف وتهدر كل فرص السلام الممكنة وتكشف التماهي الأممي مع الميليشيا تحذيرات من ظهور جيوب أشبه بالمجاعة في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية لقاءنا في الحادي عشر والنصف على خير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر